احنا عملنا الكيكا قبل كده بتاع المدارس الكيكا العادية كيكا حلوة هنعملها النهاردة حدقة عشان تتعامل بالجبنة وهنعملها بشكل كويس خالص كده وهتتبسطوا منها ان شاء الله هتبقى حاجة كويسة جدنيا حلوة كويس هنخش بقى على الكيكا الحدقة هناخد معنا هنحطت المقادير على الشاشة هتلاقوها اربع بضاط احنا ناخد تلاتة بس دايما انا بخش شريك مخالف شوف التوفير بقى ده التوفير بقى اه يا بصي العملية مش مكلفة فعلا يعني عشان انا عايز اعملها بشكل تاني لو احنا هنحط لو احنا هنحط الجبن جوه الكيكا هناخد اربع بضاط لكن انا هتطلع الجبن برا فهناخد تلات بضاط بس هنبتدي هفاهمك الوقت يا دكتور طيب مقادير الكيكا الملحة قدام حضراتكم على الشاشة بالزعتر والجبن تمام معانا ثلاث بضاط اشتركوا في القناة تمام كده ماشي رشة ملح صغير ثلاث بضاط مضروبين وعدم رشة ملح رشة ملح انا مش بملح على فكرة رشة ملح كده تثبت الكلام اه ثم انا الزيت الزيت والدقيق الزيت والدقيق الزيت كوباية اللي تلت عشان على قد معيار الزبادي كوباية دقيق ودي كوباية دقيق بنفس المعيار بتاع الحاجات هي كوباية واحدة بس دقيق عليها معلقة نشا عليها كيس بيكين بودر كوباية دقيق كيس بيكين بودر معلقة نشا معلقة خل نص معلقة ملحة صغيرة ثلاث بضاط زبدية كوباية لتلت زيت طيب كده دربت المكونات اللي هي السيلة مع بعض والمكونات الجفة مع بعض تثبت طيب دي انتي ما فكرتنيش بيها دي مهمة جدا الحكاية دي هناخل بس دقيق عشان ناخد ياخد الهواء بتاعه بس كده ماشي عشان مغرقناش بس طيب هناخد استاذ عيدا مساء الخير نتقل كل عليك ازاك الدكتورة عملي حضرتك هناخدتك 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 هناخدتك